منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس هو من أهم المنتديات العالمية وزي ما حضرتك بتعرف أيضا يقام في الأردن سنة وراء سنة وسوف يقام المؤتمر هذا أيضا في البحر الميت بأوائل شهر خمسة إن شاء الله بهذا المؤتمر في عدة فعاليات ولقاءات تتمحور حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي نحن اليوم عقدنا عدة اجتماعات مع مستثمرين قائمين في الأردن لتوطيد العلاقة معهم وليطرح فرص استثمارية أخرى وأيضا للطلاع على خططهم في المنطقة التقينا مع شركات عالمية زي شركة مريديم رح نلتقي مع برضو شركة أخرى زي لازارد التقينا مع شركات إقليمية عربية خليجية عدة اجتماعات التقينا بشركات بعدة قطاعات منها قطاع الطاقة وطرحنا عليهم بعض الأفكار والمشاريع في الطاقة التقينا مع شركة موتسبيشي وتحدثنا معهم أيضا على مشاريع وزي ما تعرف أن موتسبيشي أيضا من الشركات المستثمرة بأكثر من مليون دولار في الأردن تحدثنا مع شركات عالمية تعمل في مشاريع المياه أيضا في مشاريع الخدمة الطبية اليوم الأردن فيها فرصة ولها فرصة فأن تكون مركز خدمات إقليمي ركزنا بهذه الزيارة على هذه القضية لأنه اليوم نحن نعلم أنه حتى نقدر نحقق النمو المطلوب في أنه محورين المحور الأول هو النمو الاقتصادي والمحور الثاني هو التصدير وبرجأ أركز هنا التصدير لا ينحصر فقط على صلع وإنما خدمات والأردن قادرة جدا أنها تصدر خدمات السياحة خدمات العلاج خدمات التعليم وخدمات التكنولوجيا أخيرا بحب أحكي أنه اليوم أيضا وقعنا اتفاقية مع شركة مايكروسوفت التعاونية مايكروسوفت إلها مركز إقليمي فيها 200 أردني بيشتغلوا بدخول فوق المرتفعة وبرجأ بذكر أيضا أنه قبل سنتين مايكروسوفت كان فيها أربع أو ست موظفين عنا فخورين بأن الأردن قدرت تربط علاقة وطيدة مع شركة زي شركة مايكروسوفت وعنا ثلاث شركات بقطاع التكنولوجيا اليوم رح نلتقي معاهم لنروج الأردن كمركز خدمات إقليمي ترجمة نانسي قنقر